افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وحدة متكاملة لعلاج الحالات القائمة لفيروس كورونا في مجمع السلمانية الطبي تدار من قبل ادارة المستشفيات الحكومية وثمن معالي رئيس المجلس الاعلى للصحة دعم المتواصل من لدن جلالة الملك المفدى والسمو للعهد رئيس مجلس الوزراء في توفير كافة الموارد والامكانات لمواجهة هذه الجائحة واكد معالي الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة خلال جولته التفقدية ان افتتاح هذه الوحدة المتكاملة يأتي في سياق تنفيذ امر سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على الطاقة الاستيعابية للعزل والعلاج والتي تؤمن الخدمات المطلوبة للجميع في كافة مراحل التعامل مع الفيروس وشدد معالي على ان مملكة البحرين ستواصل جهودها الحثيثة على كافة المستويات من خلال توفير كافة الامكانيات والموارد البشرية المؤهلة وتشييد المنشآت الطبية اللازمة لتحقيق الهدف المنشود وهو الحد من انتشار الفيروس وتأتي هذه الوحدة الكائنة في مجمع السلمانية الطبي والمجهزة بكافة التجهيزات البشرية والطبية والمساندة ضمن سلسلة متكاملة من مراكز الحجر الصحي الاحترازي ومراكز العزل والعلاج وبالتوازي مع الفحص المكثف الذي تقوم به وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة اشتركوا في القناة